اشتركوا في القناة الجنوبية ما بالنسبة لوضعية الجو المرتقبة لهذه الليلة إن شاء الله تكون أجواء صافية ومستقرة على معظم أرجاء الوطن كما نرتقي بإن شاء الله أجواء غائمة جزئيا على المدن السحلية الشرقية وصولا إلى منطقة الأوراس بالنسبة لدرجة الحرارة المرتقبة لليلة اليوم إن شاء الله ستصل إلى حوالي 16 درجة بأجزة العاصمة 15 درجة بأوهران 17 درجة بعنب 10 درجة ببتنى الجرفة 7 درجة بيلبيت 17 درجة ببتنى 20 درجة بيتندوف 16 درجة بكل من ورق لغردية 19 درجة بأدرار كما سجلنا 21 درجة بجانيت وإليزي و14 درجة بمنطقة تامناست مباشرة إلى وضعية الجو المرتقبة الصباحة يوم الغد إن شاء الله تكون الأجواء مشرقة ومشمساقول على كل المناطق الساحلية الوسطى الغربية لعلى الوطن جو المغشاة دوسئيا بالنسبة لمناطق الساحلية الشرقية وصولا إلى منطقة الأوراس أما بالنسبة لمناطق السحراوية يبقى صفا والاستقرار يميزها بالنسبة لدرجة الحرارة المرتقبة لصباحة يوم الغد ستصل إن شاء الله إلى 16 درجة بمنطقة عناب 17 درجة بجزة العاصمة 14 درجة بوهران 8 درجة فقط بمنطقة البيض 10 درجة بيلجفة 9 درجة ببتنى 16 درجة بورقلا وغردية 15 درجة ببشارتين دوف 16 درجة كذلك بأدرار 20 درجة بجانيت وإليزي 17 درجة بمنطقة تامناست مباشرة إلى وضعية البحر يكون البحر هادئ على كل السواحل الوسطى وحتى الغربية للوطن وهذا تحت تأثير رياح جنوبية إلى جنوبية غربية تصل سوعتها من 4 إلى 7 كم في الساعة أما بالنسبة لسواحل الشرقية يكون البحر قليل إثطاب وهذا تحت تأثير رياح جنوبية غربية تصل سوعتها من 11 إلى 14 كم في الساعة قبل ختم الناشر الجوية نذكى بالمعلومة الفلكية التي تخص جزائي العاصمة وضواحية لشروق الشمس الذي سيكون إن شاء الله في حدود الساعة السابعة والنصف أما الغروب إن شاء الله سيكون في حدود الساعة الخامسة وست وثلاثين دقيقة كانت هذه ترقباتنا لحوال الطقس سهلا ممتعا في أمان الله